شارك سعادة الدكتور عبدالطيف بن رشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والذي عقد في مقر البعث الدائم للمملكة المتحدة بمدينة نيويورك جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وترأس وفد مجلس التعاون صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس ومعالي الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون بينما ترأس وفد المملكة المتحدة معالي سيد جيمس كليفرلي وزير الخارجية والكومن ويرث والتنمية بالمملكة المتحدة وفي بداية الاجتماع عبر أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لوزير الخارجية والكومن ويرث والتنمية بالمملكة المتحدة عن تعازيهم في وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية وتمنياتهم لصاحب الجلالة الملك شارز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومن ويرث بالتوفيق والسداد في استكمال مأسيرة النماء والازدهار في المملكة المتحدة الصديقة هذا وجرى خلال الاجتماع بحث المسار المتميز للعلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات كما بحث الجانبان آليات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات والمضي بها لأفاق أرحب وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر